استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على هامش ناقاضي أعمال القمة العالمية للمناخ كوب 27 وخلال اللقاء أشهد الرئيس السيسي بتطور مسار العلاقات السنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ المستشار الألماني أولف شولتس وذلك على همش نعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ كاب 27 المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة المستشار الألماني إلى مصر مشيدا سيادته بتطور مصار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية وهو من عكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسؤول البلدين وآخرها زيارة سيادته إلى برلين في يوليو الماضي ومؤكدا تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي من جانبه أعرب المستشار الألماني عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مبديا إعجابه الشديد بالتنظيم المصري المتميز للقمة العالمية للمناخ ومثمنا الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا والزخم الملحوظ الذي تشهده العلاقة بين البلدين خلال السنوات الأخيرة لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية حيث تعتبرها ألمانيا شريكا قويا للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة اشتركوا في القناة